دلوتي حنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زملتنا مننا شرعوي مننا شكرا لك مصطفى أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصر في بدل كافة الجهود الرامية لدعم سبول استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية وفي كلمة له بمناسبة أسبوعي للتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات دعا الرئيس السيسي الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل وقال الرئيس السيسي إن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية يأتي تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة وعلى رأسها دعم المؤسسة الوطنية وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبول استدامة السلام بما يحول دون الانزلاق في دائرة الصراعات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات العالمية الرهنة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي وكذا التقديرات الأولية لأداء الإرادة والمصروفات العامة قالت الوكالة الدولية للتقديرات الذرية أنه لا يتوجد مخاوف فورية تتعلق بسلامة نووية أو الأمن في موقع محطة زابوريجيا للتقديرات النووية في أوكرانيا وأوضحت الوكالة بعد جولة لخبرائها في الموقع الذي تسيطر عليه روسيا أن خبرائها أكدوا سلامة المعدات الرئيسية على رغم من شدة القصف وشددت الوكالة على عدم وجود أي مخاوف سواء أمنية أو تتعلق بالسلامة النووية بالموقع قالت منظمة الصحة العالمية أن حياة الملايين ستكون في خطر في أوكرانيا هذا الشتاء وأوضح أونسون ري كلوغ المدير الفرعي لأوروبا في منظمة الصحة أن الأزمة في أوكرانيا دمرت أو خربت نصف البنية التحتية في مجال التاقة في البلاد حيث يعيش حاليا عشرة ملايين شخص دون كهرباء وقال كلوغ أن الحرب جعلت المئات من المستشفيات والمصحات غير قادرة على أداء وظيفتها كاملة بسبب نقص الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية يسابق رجال الإنقاذ في إندوليسيا الزمن للوصول إلى أشخاص ما زالوا تحت الأنقاذ بعد أن دمر زلزال بلدة في إقليم الجاوة الغربية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن مائة واثنتين وستين شخصا وإصابة المئات وقالت وكالة مكافحة الكوارث أن زلزال الذي شعر به الناس بقوة في العاصمة جاكرتا ألحق أضرارا بما لا يقل عن ألفين ومائتين منزل وشرد أكثر من خمسة ألاف شخص وتعقدت جهود الإنقاذ بسبب انقطاع الطيار الكهربائي في بعض المناطق وما يزيد عن ثمانين هزة ارتدادية لقيا ستة وثلاثون شخصا مصرعهم وأصيبت آخران جراء حريق شب في مصنع بمدينة انيان بمقاطعة خنان الصينية وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت تلاثا وستين عربا إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق وقال مسؤولون محليون إن إدارة الأمن العام احتجزت مشتبها بهم جنائيين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل رفض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة رفض اتفاق المطالب المبدئية للعمال والذي توسط فيه البيت الأبيض ووثقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا مع احتمال إضراب عمال السكك الحديدية عن العمل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل